نهاردة بداية الدوري والبداية كده شكلها حلو البداية فيها حماس البداية فيها مباريات حلوة ويبدو كده ان الاندية كلها دخل المسابقة وهي عايزة تجمع اكبر عدد من النقاط بدري بدري يعني بعد نهاية المباريات النهاردة هتشوف احتفالات بعد نهاية المباريات النهاردة هتشوف حماس بعد نهاية المباريات النهاردة هتشوف نزة علانة يعني ما حدش بيقول اه دي اول مباراة خسرناها يعني مش مشكلة دي اول مباراة كسبناها بس اللي جاي صعب لا كله هيلعب على تسعين دقيقة اي تسعين دقيقة في الدولة الممتازة السنة دي هي تسعين دقيقة صعبة حرفيا حرفيا مش مبلغة يعني ما فيش فريق سهل في الدولة السنة دي كله عامل تدعمات كله داخل مستعد كله عنده اجهزة فنية محترمة عشان كده مش هتقدر مثلا على سبيل المثال تقول مباراة بكرة الاهلي والاسماعيلي سهلة كان ممكن السهلة فايت تقول عليها سهلة على الورق كان ممكن اسماعيلي كانت حالته صعب مباراة الزمالك وسموعة ما ينفعش تقول عليها سهلة السموعة عنده تدعمات وعنده مدير فني قدير الكابتر احمد كوش فاتت تتكلم ان المباراة كلها تئيلة